الخبر الاول اللي عدى عن محمد جواني واستهزاء ببيسان اسماعيل او حبيبته السابقة فجواني نزع على حسابه بالإنستجرام هذا البوست اللي كان كاتبي لا تحاول الكذب على شخص قضى نص حياته بمشاهدة المحقق كونن طبعا اغلب المتابعين صاروا يقولون انه هو يقصد بكلامه ببيسان اسماعيل او حبيبته السابقة رغم انه قبل كم يوم نفع انه عنده حبيبه ولكن ممكن جواني جاي يرد على بيسان اسماعيل بعد ما خفت اسمه من التعليقات طبعا ما يرى شنو القصة فيروح يشوف هذا المقطع اللي شرحت بالموضوع وشنو سوت بيسان بجواني فاكتبوني يا حبايب الكومنتات منو تتوقعون انه جواني يقصد بالضبط الخبر الثاني اللي عدنا عن كشف حقيقة مقلب نور مار ويارا مار وانور مار بالمتابعين مالوتهم طبعا ما يعرشنو القصة فانور مار ويارا مار لغوا المتابع عن بعض بحساباتهم لانستجرام بعد ما انور نزل تصميمه يا يارا فاغلب المتابعين بالبداية توقعون ان نور مار هو اللي طلب منهم ان يلغون ولكن بالنهاية الموضوع طلع عبارة عن مقلب بالمتابعين او نقدر نقول هو تحدي بين يارا وانوار ويارا هي الخسرت فمن اقاباتها جانت نزل على حساباتها بالانستجرام شوية ستوريات اول ستوري تقول بي انه هي اغبى شخص بالعالم وبالستوري الثاني تقول لازم سوى نفولو الانوار بالستوري الثالث كشفت حقيقة فقالت انتظروا مقطع باتر على مود تفتهمون كل شي فهو اكيد مقطع شفوا الستوري مرحبا يا جماعة كيفكن حبيت اعترفيكم اني انا اخذ ابنت في العالم تعيش عيشة هنية وتضحك صبح ومسوية تبع انوار لحتى تعيش بحيوية يا جماعة بك راح تفهموا كل شيء الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين بيوتي زواجها من صديقها بسام طبعا لما يرشين القصة فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالانستغرام هذي البوست واللي كاتب عليه الحمد لله وحاط قلب احمر وبسام نزل على حسابها بالانستغرام هذي الصورة واللي كان كاتب بيها الحمد لله وهم حاط قلب احمر فطبعا اغلب المتابعين انصدموا من الموضوع وصاروا يقولون انهم من خطبوا او انهم من زوجوا مثل ما شافين بالكومنتات اللي طالع قدامكم الصراح هو فعلا موضوع غريب ويسبب تساول خاصة ان نارين بيوتي صار لها فترة قاطعة عن السوشيل ميديا وفجأة رجع ان نارين بيوتي بهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الكلام الغريب فاكتبوني يا حبائي بالكومنتات شون توقعاتكم للموضوع وهل فعلا نارين بيوتي زوجت او من المتابعين كبروا الموضوع مو اكثر الخبر الرابع اللي عدنا عن واخيرا ياسو رجعت للسوشيل ميديا وياسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلنت بي عن عودتها فشانت كاتبها بخط ما يشوفه الا بالمجهر ايام باكي يعني انا رجعت وبالستوري الثاني كانت تقول منو اشتقلي فانشاء الله الف مبروك على عودة ياسو للسوشيل ميديا واكيد متحمسين للمقاطع الخرافية واكتبوني يا حبائي بالكومنتات هل اشتقتوا لياسو او لا وشقيمة حمسين لعودتها وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع طبعا اشكركم عن لاكات بالمقطع السابق فعلا شكرا فعلا شكرا واو انتوا جدا رهيبين صراحة وبس كانوا كفزين وخدمت القصص ومع السلامة